شفنا ما في الغربال لكن يبقى هناك الكثير بي بعضمة لسانه أزمة التمنت ايام مجرد ما الأهل انتهى من مبارات المريخ وفاز 3-1 وعدل نسبيا موقفه في مجموعة الأولى الصعبة في دور الأبطال ميستر بيتسو موسماني منح اللعيبة راحة تمنت ايام فجأة بقت أزمة لكن خلينا الأول نبص على بعض الصحف وتعليقاتها حتى على المباراة الحقيقة الجمهورية قالت بعد عبور المريخ تأجيل لقاء الهلال مطلب أهلاوي لكن جي الرد من كافروتر السودانية أنه الاتحاد السوداني أجل مباراة للهلال مع الوادنيالا عشان يدي فرصة المباراة كانت 22 مارس عشان يدي فرصة للهلال يستعد كويسة بشماندس لمباراة الأهلي ما هو ده اللي احنا بتكلم عليه هو ده رأيتي مش الاتحاد المصري ما فيش فيه ده حاجة يعمل يعني مسألة فيه ده الاتحاد الأفريقي لكن إنت من الأساس كنت تقدر ترايح النادي الآلي قبل لقاء سانداونز دي مش عايزة مشاكلة يعني مناخشة يعني يعني إحنا روحنا سانداونز وإحنا مش أحسن حالات استعدادنا يعني ودي بيقودنا بقى لفكرة هو موسي ماني بيعمل إيه لما بتيجي فترات بينية يقدر ياخد فيها فترات راحة هنشوفها يعمل ما دي كل شيء قود الأخ لكن لافت نظري إن الاتحاد السوداني لا مساند لأنديته وبيحاول يساعدها صحيح طيب الاتحاد المصري يعمل إيه ما هو الاتحاد المصري هو المفروض اللي يخطب الاتحاد الأفريقي هو اللي يقوله أنت حطيت معاد لمباراة مصر والسنغال يوم 29 في دكار وحطيت مباراة للأهلي يوم 1 أو 2 من أبريل وهو نفسه الأهلي اللي أنت نفسك كالتحاد أفريقي زنقته في كاس العلم للأندية في التعارض معها مع كاس الأمم الأفريقية وعاندته مع بعض أنت والفيفا هنا للمفروض رأي الأهلي وموقف الأهلي وشكوى الأهلي ومشكلة الأهلي يتبنىها ويتطلع بها التحاد الكرة المصري هو ده الأصل عاديين نحسي له أنه مرة اعتبر أن مشاكل أنديته وخصوصا الأهلي لا على فكر هو معنى بمشاكل الأخرين جدا إنما الأهلي لا إنما بيسقط ديون على بعض الأندية يسدد غرامات على بعض الأندية يترمخ على أجل لبعض الأندية ويأجل ويتدخل كل ده بيحصل يرفع عقوبات يرفع عقوبات أو يلغع عقوبات لبعض الأندية وأنت يدي لك دهرك لما تجي لك عقوبة إذا بتعتقى أزاره ولا قبل ماتش حاسب فكانت الحياة الزميل الكبير ماجد نوار في الجمهورية كتب الفيفا والكاف ونظرية المؤامرة وقال ماجد نوار بالطبع ما يحدث مع الأهلي بطل مصر وبطل القارة الذي يتربع على عرشها الكروي بلا منازع وبرصيد بطولاته يؤكد أن هناك سوء نية مقصودة لعرقلة مشوار الزعيم ولا نجدها تحدث مع أي فريق آخر هي لو بتحصل مع الجميع هنقول دي ذهنية وعقلية وظروف لكن بيقول ماجد نوار هل تخيلوا أن لعب الأهلي لدى المنتخب روبوتات أو نجوم آلية يتم شحنهم قبل أي مباراة انت فاهم أنه دول مش شحم ولحم وعظم يعني من الواضح أن هناك في الكاف من أصيبه بالحساسية من كثرة انتصارات الأهلي ده المكنة أستاذ براهين لما بيشتغل كتير بيحصلوا يشحموه ويبتدوا يتعاملوا معه حاجة اسمها مينتنينس صيانة المكنة مش فيه صيانة البني آدم مش فيه وهيشتغل يعني البني آدم بقى محتاج صيانة ذهنية ونفسية وبدنية بيقول ماجد نوار من الواضح أن هناك في الكاف من أصيبه بالحساسية من كثرة انتصارات الأهلي أو أنهم فكروا في تصريحات رئيس الفيفا إنفنتينو خلال وجوده في مونديال الإمارات أنه كلما يحضر أي بطولة يكرم أو يقلد الأهل المصري بالميداليات وأبدى دهشته بأنه في القرى السمراء لا يوجد أي بطل آخر حاجة غريبة جدا يعني نحرم نبطل يعني نخش سنة وعدي سنة نعمل إيه طيب نتقاعص نقبل ما يحدث من ظلم بين في تحكيم في وضع جدول في تعامل مع النادي الأهلي ومشاكله يعني إيه المطلوب يعني ولا نكتهد وغيرنا يكتهد الأستاذ محمود معروف في الجمهورية كتب الزمالك في حاجة إلى فريق والأهلي يمكن أن يتأهل ما لنش علاقة بما كتبه محمود معروف عن الزمالك وهو أدر به لكن ما كتبه عن الآلي انظروا إلى فريق الأهلي ولعبيه لترى الفارق لعب الأهلي يأكلون نجيل الملعب من أجل تحقيق الفوز لفريقهم وبيتحدث عن الزمالك ما فيه شعار يعني لعب الأهلي يشعرون بالفخر والسعادة وهم يرتدون الفانيلا الحمراء ويتباهون بأنهم يلعبون للأهلي ناد القرن وأحسن نادم في أفريقيا الذي يستعيد توازنه بالسرعة بعد أي خسارة أو تعادل ودائما يلعبون على البطولات وفي بطولة أبطال الدول يستطيع الأهلي أن يحصل على الكأس ويسجل رقما قياسيا جديدا لا يستطيع أي ناد آخر في أفريقيا أن يحققهم والفضل بالطبع الوفاء وأداء وحب وانتماء اللاعبين لناديهم والغيرة عليه بعكس ما يحدث بعكس لعبي فريق آخر لا يهمهم انفاز النادي أو خسر وكلام عن فريق زمالكولتولكو لا شأن لنا به لكن ده رأي محمود معروف فيما يخص النادي الأهلي